بدوره استقبل الشيخ خليفة بن طحنون الانهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء اليوم في واحة الكرامة معالي نيكوس دين دياس وزير الدفاع اليوناني خلال زيارته للدولة حيث وضع إكليلا على نصب الشهيد الذي يتكون من واحد وثلاثين لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف وتضامن بين قيادة دولة الإمارات شعبها وجنودها الأبطال وتجول الضيف في مختلف أجنحة الواحة متعرفا إلى مرافقها التي تجسد بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة